اليوم الأول من برصة المرشحين سجلت 29 مرشحا في الدوائر الخمس وحلت الدائرة الرابعة في المرتبة الأولى في عدد المرشحين وكان فيسر الدويسان هو الاسم الأول على رأس القائمة وصارت عملية التسجيل طوال النهار بيوسر وأعلن وزير الإعلام عن فتح أبواب تلفزيون الكويت أمام جميع المرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية في وقت جدد المقاطعين للانتخابات على رفع صواتهم مساء الأحد في الشارع وقاموا هذا المساء ببروفا في شارع الصحافة كانت محدودة العدد والشعارات وانتهت بالاستجابة لطلب رجال الأم بفض التجمع وهو تجمع سيعود يوم الأحد وربما سينضم إليه فيصل مسلم بعدما أفرجت عنه النيابة العامة والتي قررت أيضا اليوم حبس مسلم البراك عشرة أيام المشهد الانتخابي كما بدى اليوم في إدارة شؤون الانتخابات فتحت إدارة شؤون الانتخابات أبوابها اليوم للراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة مع بداية الدوام الرسمي على أن يستمر الترشيح لمدة تسعة أيام قادمة الانتخابات القادمة اعتبرها البعض مفصلية كونها جاءت تزامنا مع العديد من الأحداث على المستوى المحلي فهناك قوى سياسية دعت لمقاطعتها بعد إصدار مرسوم ضرورة عدل الأصوات في الغانون الانتخابي لصوت واحد فيما اعتبر نواب سابقون أن التعديل تغدما ديمقراطيا حقيقيا لتمثيل أطياف المجتمع داعين الجميعا للمشاركة أنا مؤمن بأن هناك إيمان كامل بأهمية هذه المشاركة وبأننا نحرز تقدما ديمقراطيا حقيقيا لأن الدول الأوروبية الآن ومعقل الديمقراطية في الولايات المتحدة أن هناك صوت واحد لكل ناخب فإذا كان هذا الخيار الذي صدر بمرسوم وتدابير من سمو أمير البلاد يعتبر في نظر الأوروبين ونظر الغربيين هو تقدم ديمقراطي وليس تقاخر أعتقد لأول مرة في تاريخ الكويت رح يطلع مجلس بإرادة حرة للناس هذا رح يطلع العكاس دقيق لهم مثل ما هو في كل دول العالم مجلسنا اللي فات والآن كنت فيه كان مزور الحمد لله ليبطلوا لأنه كان فيه تحالفات من جهتي اعتبرت المرشحة دكتورة معصومة لمبارك أنها كأمرأة تعتمد على وعي الناخبين لإصال الكفاءة من الجنسين في هذه الانتخابات خاصة بعد حملة التشويه التي تعرضت لها المرأة خلال الانتخابات الماضية انتخابات 2012 أصابت النساء حملة من التشويه لأداء المرأة ولدور المرأة وكذلك حملة من الفتاوى ضد من يمنح صوته للمرأة نتأمل بأن الشعب الناخبين والناخبات أصبحوا أكثر وعيا بأن العملية الانتخابية هي عملية وطنية يشارك بها الأكفاء أمرأة أو رجل من جانب آخر أكد المرشح سيد يوسف الزلزل أن هناك عدد من الأولويات على المجلس القادم البت فيها ومن أهمها حزمة من القوانين الاقتصادية التي تم الانتهاء من دراستها في مجلس 2009 والتي اعتبر أن إنجازها سيدفع بطفرة نوعية للاقتصاد مجموعة من القوانين الاقتصادية التي كان من المفترض أن تقر أولا قانون المناقصات العامة وهذا مهم جدا ثانيا التعديل على قانون البي او تي والذي كان متواجد لكن مع الأسف لم يصعفنا الحظ حتى ننجزه ثالثا قانون الوكالات التجارية لو استطعنا أن ننجز هذه القوانين التي هي في أدراج مجلس الأمة السابق سيكون طفرة نوعية كبيرة جدا نحو تطور ورقي انتهى اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة على 29 مرشحا ومرشحة وسط حالة من التفاعل سادة المرشحين معتبرين أن إصدار مرسوم الضرورة بتعديل عدد الأصوات أعطى فرصة حقيقية لتمثيل كافة أطياف المجتمع الكويتي حمد النبهان من إدارة شؤون الانتخابات قناة الكوت